لا يزال سوء الطالع يلاحق الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق التي شهدت جدلاً واسعاً بدءاً من مقاطعة شعبية هي الأعلى منذ عام 2003 مروراً باتهامها بالتزوير يحادث إحراق مخازن صلادق الانتخابات بالرصافة ببغداد وتعيين قضاة لإعادة الفرز والعد يدوي وصولاً إلى مقتل أحد موظفي مهوضية الانتخابات وإصابة آخرين وسقوط أجهزة العد والفرز عليهم حيث كانوا يستعدون القيام بعملية العد والفرز اليدوي حوادث تطرح إشارات واضحة حول صراعات تدور بالسر والعلن بين شركاء العملية السياسية في ظل وجود تيارات تطعن بالنتائج وأخرى تقول إن ما يجري من طعون هو محاولة للتغطية على فشل تلك التيارات صراعات قد تحرد هؤلاء بحسب صحيفة نيويورك تايمز لدفع ميليشياتهم المسلحة إلى الشارع في حال تحولوا لخاسرين ما يعني بحسب الصحيفة صداماً مسلحاً لا يبقي ولا يذر بين شركاء الأمس وحذرت الصحيفة من أن مناطق مثل كاركوك قد شهدت توترات سابقة من الممكن أن تتوسع مع رفض المحكمة الاتحادية إلغاء أصوات الخارج والنازحين وأصوات البشمرقة ومع وجود ما لا يقل عن ربع مليون استمارة انتخابية تم دسها في صناديق الاقتراع سلمتها المفوضية بنفسها يظهر ملف آخر في حال ثبوته قد ينصف كل جهود تنقية الانتخابات وهو وجود تفاوت واضح بين نسب المشاركة التي بلغت بحسب المفوضية 44% وما هو موجود فعلاً من أوراق اقتراع في المخازن التابعة لمفوضية الانتخابات التي قدرتها هيئات بريطانية ونواب بـ 18% وهي حيثية ستعزز المخاوف الأمريكية من انهيار أمني جديد في العراق تكون نواته تنافس الكتل السياسية التي لا تتورع عن استخدام ورقة الفوضى في حال خسيرت مكاسبها وتدمير ما تفقى من العراق بعدما أسهمت بتدمير العديد من مدنه في حربها الأخيرة